مباراة الأهلي والزمالك اللي جاي مباراة بين محمد الشناوي و محمد عواد مين حالته أفضل دلوقتي من وجهة مصر؟ الاتنين الاتنين؟ الاتنين بنفس الدرجة ممكن الشناوي أكتر مع الفوز مع الثقة مع الخبرة ممكن ديكون الشناوي اللي يدور لكن عواد بيقدم مستوات كويسة جدا الشناوي بيقدم مستوات كويسة جدا وعايز أقول للناس أن بعض المطشوات الكريمة عادي أن ممكن الشناوي يدخل فيه جول قيام المطش وحش ده طبيعي الرجل بيلعب له 4-5 سنين أساسي مع المتخب مصر ومع النادي الأهلي في أفروكيا وكاس العام الأندية وكاس مصر وكل الحاجة طبيعي أننا النهاردة المكان يتعطن سنة يوم أجازة ده طبيعي فهو الشناوي من الحراس الممتازة وعنده خبرة كبيرة جدا عواد بيقدم مستوات كويسة ومش من دلوقتي برضو لأن أنا كنت بتكلم برضو جيت معاك قبل كده واتكلمت قلت أن عواد في يوم من الأيام واتسألت قبل كده في أحد البرامج يعني مزيع معروف كلم معي وقال لي أن عواد خلاص ماشي يمنادي الزمالك وهو لآخره قلت له لأ ما أنا أستاب يعني دي أنا أفهم فيها أكتر منك معلش عواد مع المتغيرات الكرة ومع التزبز في المستوى للحراس أنت ممكن تلاقي عواد رقم واحد قل لي إزاي ده فيه جنش وفيه صبحي وفيه أبو جبل وفيه مش عارف مين قلت له في الأول وفي الأخر مع المتغيرات ممكن تلاقي عواد رقم واحد ليه؟ جنش يتعور وبعد كده حصلت مشكلة مشي وبعد كده أبو جبل راح المنتخب حصلت مشكلة عواد وصبحي كان مشي وكان صبحي مشي عواد كان ليه دور كبير جدا أنه هو يوصل نادي الزمالك أنه ياخد كاس مصر أعتقد من سنتين كان ليه دور كبير جدا عواد كان ليه فضل بعد ربنا في أن نادي الزمالك يوصل للنهاء الشهير بتاع أفشا وإلى آخر عواد لعي في بعض المتغيرات كان هاي لكن النتائج في نادي الزمالك في بداياته ما كانتش صالح العواد النتائج كانت زيره لكن كان بيقدم مستوىات كويسة لكن أنت لما تقدم مستوىات كويس مع فراتك بتكسب أكيد الأولوية ليك جاء عواد رجع تاني بعد أبو جبل ومشاكل اللي حصلت قدم مستوىات كويسة بتاقي جمهور نادي الزمالك والمسؤولين يدوا ثقة العواد بدايته كانت في ماتشين مصري أعتقد أو حاجة صد ضربتين جزاء خد ساكة شوية كاس مصر في أسوان كان ليه دور كبير جدا وصد ضربتين جزاء ابتدأ يلعب ويركب بلغة الكورة قدم مستوىات كويسة بعد كده لما جي صبحي في البداية السنة دي ما كانش عواد أحسن حاجة صحية كان متانشن شوية كان فيه صبحي بالدبدب صبحي حارس متخب مصر لعيب كاسة أمم أفريقية 23 سنة وحارس دي مستقبل وكان فيه كلام على النادي الأهلي هيسافر هيجي وفارقه هيجد جي نادي الزمالك فكان بيدبدب ورافل أول كان فيه قلق لما عدى القلق ده والتنافس خلاص صحيح بلعب هو إيه حالته كويسة وبلعب باستمتاع فأنا شايف أن الحارسين دول عواد والشنوي هيبالهم دور كبير جدا المطش الجال